سوف نتعرف الآن على كيفية تركيب اللفي ديسك درايب والهارد ديسك درايب والشجيرون ولتركيب اللفي ديسك درايب نقوم بإدخاله في مكانه بحيث تكون فتحة إدخال الدسك الموجودة بالكيس مضبوطة مع فتحة إدخال الدسك الموجودة بالفلفي ديسك درايب وبعد ذلك نقوم بتثبيته بالمكانير ولتركيب الهارد ديست نقوم بوضعه في المكان المخصص الهارد ديست ثم نقوم بتزوجته بالمسامير ولتركيب الهارد ديست نقوم بتركيب الهارد الامامي في واجهة الكيف ثم ارسال الهارد ديست نقوم بتزوجته بالمسامير والآن سنقوم بتركيب كابلات الهارد ديست نقوم بتركيب كابلات الهارد ديست نقوم بتركيب الكابل الخاص بالهارد ديست وهو كابل IDE 80 bin سنثبته بهذه الطريقة ثم نقوم بتركيب الكابل الخاص بالفيدي روم بنفس الطريقة وهو كابل IDE 40 bin ثم نقوم بتركيب الكابل الخاص بالفلوبي ديست دراير وهو كابل IDE 34 bin في المكان الخاص به بنفس الطريقة بعد ذلك نقوم بتركيب كابلات الطاقة التهربائية power tables وكابلات الريانات data cables في وحدات التغريم سنقوم بتركيب كابل الباور الخاص بالفلوبي ديست دراير بهذه الطريقة ثم نقوم بتركيب كابل الداتا ثم نقوم بتركيب كابل الباور الخاص بالهارد ديست دراير ثم نقوم بتركيب كابل الداتا الخاص به ثم نقوم بتركيب كابل الباور الخاص بالفيري روم درايف ثم نقوم بتركيب كابل الداتا الخاص به